السلام عليكم ورحمة الله فلتر الزيت دور الأساسي أنه ينق الزيت اللي بيمر في المحرك من أي أوساخ أو شوائب علشان يفضل دايما نظيف ويقدر يزيد المكونات الداخلية بكفاءة الزيت وهو بيتحرك داخل المحرك بيمر على الفلتر واللي غالبا بيكون مصنوع من ورق أو قطن وبيمسك الفلتر الشوائب جواه وده مهم جدا علشان يمنع تآكل أو تلف أجزاء المحرك ولكن لو الفلتر تسد بسبب تراكم الرواسب فده بيأثر على تضفق الزيت وبيسبب مشاكل كبيرة زي انخفاض ضغط الزيت وظهور لمبة التحذير وفي الحالات السيئة ممكن يوصل لتلف في المحرك علشان كده تغيير فلتر الزيت بانتظام مع كل مرة بتغير فيها الزيت هو خطوة ضرورية في أي جدوة لصيانة وبيساعد في إن المحرك يفضل شغال بكفاءة وعلى عمر أطول شكل الفلتر في أغلب السيارات بيكون قسطواني مصنوع من معدن خفيف وفيه فلتر داخلي زي ما قلنا في حلقة النهاردة هنتكلم عن أهم العلامات اللي بتدل على إن فلتر الزيت عندك محتاج يتغير وهنعرف كمان إيه اللي ممكن يحصل لو أهملته تابع معنا علشان تحافظ على محرك سيارتك في أفضل حالة امتى لازم تغير فلتر الزيت؟ الموضوع بيختلف من سيارة لسيارة تانية بس أغلب شركات السيارات بتوصي إنك تغير فلتر الزيت كل 5000 كم تقريبا وده بيكون غالبا مع كل مرة بتغير فيها زيت المحرك بس الأهم من كده إنك ترجع لدليل المالك الخاص بسيارتك لإنك هتلاقي فيه التوصيات الدقيقة لكل موديل وممكن تلاقي فيه موعيد أطول أو أقصر حسب نوع الزيت المستخدم كمان طريقة قياتك بتأثر بشكل كبير زي لو بتقود في المدينة كتير أو مشاور قصيارة أو بتقف بالسيارة كتير وهي دايرة يعني في وضع الخمول فده بيستدعي تغيير الفلتر أسرع أو لو بتقود في طرق جبلية أو في حر جديد أو بتسحب مقطورة خلف السيارة فده كمان بيخلي الزيت يتلوث أسرع وبالتالي هتحتاج تغير الفلتر بانتظام يعني باختصار الظروف الشقة بتساوي تغيير أسرع للفلتر ولكن في كل الأحوال ما تنتظرش تحصل مشكلة ودايما تابع الزيت والفلتر في مواعدهم والمقصود بظروف الاستخدام الشاكل للسيارة هي حالات معينة بتخلي المحرك والمكونات تشتغل تحت ضغط أكبر من المعتاد زي لما تقود بشكل متكرر لمسافات قصيرة أقل من 8 كيلو متر في الجو العادي أو أقل من 16 كيلو متر في درجات التجمد أو لما تكون بتقود على طرق غير ممهدة زي الطرق الوعرة أو اللي فيها طراب أو طين أو المرصوفة بالحصى أو اللي فيها نسبة عالية من الملح كمان سحب المقطرات بيعتبر من الاستخدامات الشقة بالإضافة للقيادة في أماكن فيها طراب كتير أو مناطق فيها مواد كوية زي الملح أو في جو شديد البرودة ومن ضمن الحالات دي كمان أنك تستخدم السيارة كدورية أو أجرة أو لأي غرض تجاري أو لو بتقود بشكل متكرر في مناطق زحمة أو طرق صعدة ومنحدرة أو جبلية كمان لو بتقود بسرعات عالية تزيد عن 170 كم أو العكس بسرعات منخفضة لمسافات طويلة وكل ده بيأثر على أداء السيارة وبيخليها تدخل تحت بند الاستخدام الشقة وفي النهاية فالهدف من تغيير فلتر الزيت هو أنك تستبدله قبل ما يتسد أو يتسخ زيادة عن النزوم لأنه لو حصل كده ممكن يسبب تلف المحرك لقدر الله وعلشان كده لما تغيروا بفلتر جديد ونضيف بتضمن أن الزيت يوصل لكل أجزاء المحرك بشكل سليم وده بيخلي المحرك يشتغل بكفاءة ويعيش معاك لفترة أطوأ طيب إيه هي علامات تلف فلتر الزيت؟ بيفضل دايما أنك تغير فلتر الزيت مع كل مرة بتغير فيها زيت المحرك لكن أوقات ممكن تلاحظ شوية علامات في سيارتك بتكون إشارة واضحة أن الفلتر محتاج يتغير حتى لو لسه مجاش معاك تغييره ودي أهم خمس علامات بتدل على أن فلتر الزيت مسدود أو تالف واحد ارتفاع حرارة المحرك زي ما بيحصل مع فلتر الهوى أو البنزين ففلتر الزيت كمان ممكن يتسد لو استخدمته لفترة طويلة بدون تغيير ولما الفلتر يتسد بيمنع الزيت من الرجوع والدوران الطبيعي داخل المحرك وده معناه أن مكونات المحرك مش هتتزيد بشكل جيد ومع غياب التزيد بيبدأ الاحتكاك بين الأجزاء المعدنية يولد حرارة بشكل سريع ولو ما فيه الزيت يبرد الحرارة دي هتبدأ حرارة المحرك ترتفع بشكل ملحوظ ووقتها ممكن تلاحظ أن لمبة فحص المحرك نورت على الطابلو وده تحذير لازم تاخده بجدية اتنين ضعف أداء المحرك لما يبدأ فلتر الزيت يتسد مش هيكون في تضافه كافي للزيت للمحرك وده هيأثر على تصارع السيارة وهتلاحظ أن عزم السيارة قلعا قبل كده وما بقتش زي ما متعود عليها وكأنها مخنوقة أو مش قادرة تطلع قوتها الطبعية وحتى لو المحرك اشتغل في الأداء مش هيبقى زي ما انت متعود وطبعا لو فضلت تقود على الحالة دي فممكن الضرر يوصل للأجزاء الداخلية للمحرك ويكلف إصلاح كبير ثلاثة خروب دخان أزرق من الشكمان لو لاحظت أن فيه دخان رماضي أو أزرق خارج من الشكمان فده دليل واضح على أن فيه مشكلة احتراء لزيت المحرك وفي بعض الأحيان بيكون السبب أن فلتر الزيت مسدود فبيضغط الزيت زيادة ويدخل على أنظام العدم ويتحرق هناك وده اللي بيطلع لك الدخان الغير طبيعي ده وفي الحالة دي لازم تتحرك بسرعة قبل ما المشكلة تكبر وتسبب في تلف أكبر في المحرك أربعة ظهور لمبة الزيت بعض السيارات فيها على الطابلوم قياس أو عداد بيعرض لك ضغط زيت المحرك ولما يكون كل شيء سليم هتلاقي القراءة سبتة ومفيش تغيير كبير ولكن لو لاحظت أن ضغط الزيت بيقل بشكل مفاجئ وانت بتقود يبقى أكيد عندك مشكلة في نظام ضغط الزيت وواحد من الأسباب المشهورة للأمر ده هو أن فلتر الزيت يكون مسدود وده بيمنع تضفق الزيت بشكل طبيعي للمحرك علشان كده مهم جدا تعالج المشكلة دي بسرعة قبل ما تسبب تلف أكبر داخل المحرك خمسة أصوات خط أو تقطأة داخل المحرك لما الزيت ما يوصلش بشكل كافي للمحرك بيبدأ الاحتكاك يزيد بين مكوناته الداخلية والاحتكاك ده مش بس بيرفع درجة حرارة المحرك ولكنه كمان بيخلي المكونات تطلع صوت خط أو تقطأة بسبب قلة التزيي وعموما الأصوات دي بتكون واضحة وسهلة السمعة أثناء القيادة ولو لاحظتها لازم توقف وتتأكد من حالة الزيت والفلتر علشان تحمل محرك من ضرر أكبر طيب إيه هي أضرار فلتر الزيت التجاري؟ استخدامك لفلتر زيت تجاري أو مقلد ممكن يسبب لك مشاكل ما كنتش متوقعها وممكن كمان يتسبب في تلف كبير في محرك سيارتك لا قدر الله الفلتر التجاري غالبا بيكون جودته ضعيفة وده معناه أنه ممكن يسبب تسريب لزيت المحرك أو يعمل خلل في ضغط الزيت سواء بانخفاضه أو ارتفاعه عن الطبيعي ولازم تبقى عارف أن مكونات محرك سيارتك مصممة علشان تشتغل مع بعض بشكل متناسق ومزبوط وأي تغيير غير مدروس زي استخدام فلتر غير أصلي أو غير مطابق لمؤصفات المصنع بيزود فرص حدوث مشاكل وأعطال انت في غنا عنها علشان كده دايماً خليك حريص تستخدم الكطع الأصلية أو الموصى بيها من الشركة الصنعة لسيارتك في نهاية حلقتنا نكون وضحنا أهم المعلومات الضرورية عن علامات تلف فلتر الزيت في السيارة علشان تكون على معرفة بيها وتقدر تتصرف صح لو لاحظت أي علامة منهم شكراً لمتابعتكم واستنونا في حلقة جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة